أصيب مواطنان أمريكيان على الأقل بجروح في إطلاق نار داخل مقر حاكم ولاية قندهار بأفغانستان خلال انعقاد اجتماعاً أمنياً على مستوى رفيع حضره قائد القوات الأمريكية الجنرال سكوت ميلر وفق ما أفاد حلف شمال الأطلسي الخميس في حين تحدث الشهود عن استمرار إطلاق النار وأكد المتحدث باسم بعثة الحلف الأطلسي أن الجنرال ميلر لم يصب في الهجوم على مقر حاكم ولاية قندهار الجنوبية اشتركوا في القناة